قتل ثلاثة جنود أمريكيين في جنوب أفغانستان هذا الجمعة حسب ما أعلنه الجيش الأمريكي والسلطات المحلية الحادث وقع عندما أطلق رجل يرتدي الزيال أفغاني النار على عسكريين أمريكيين في مقاطعة سانجين بولاية هالموند التي تعد من معاقل مقاتلي طالبان في جنوب أفغانستان الحادث الذي يعتبر الثالث من نوعه هذا الأسبوع الجري يثير قلق حلف شمال الأطلس الذي يدرب القوات الأفغانية بهدف تمكينها من ضمان أمن واستقرار البلاد بعد انسحاب القوات الدولية المقرر في نهاية العام 2014